الموترلا موتو اكس سيرتي برو واحد من الموبايلات القوية المميزة جدا والذي فيه كل شيء حرفيا انت بتتمنى انها تكون موجودة في الموبايل بتاعك من غير كلام كثير عايزك تنزل دلوقتي تعمل لايك عايزين نوصل فيديو هذا الميت لايك في الاربات ممكن وخلينا نعرف كل شيء متعلق بالموتو اكس سيرتي برو مبدأين تصميم الموبايل التصميم نطيف كده وشكله حلو سيتا بالكاميرات هنا بسيط جدا مع الكاميرا الكبيرة جدا دي والتي هنجلها بعد شوية مش معروف التصميم هنا ان كان بلاستيك ولا ازاز بس التصميم هنا شكله روش كده وحلو جدا ولكن الاروش من وجهة نظريه هو التصميم الامامي والشاشة بتاعت الموبايل الموبايل ده بيدي بشاشة اما ليد 6.7 انش فول اتش دي بلس بتديك 393 بيكسل لكل انش مع دعم HDR10 بلس مع معادل برايتلس بيوصل لحد 1250 نتس في وضع الزروة او تحت اضاءات الشمس المباشرة الشاشة هنا معلم بتيجي برفريش ريت سريع 144 هرتز ريفريش ريت سريع جدا كمان الشاشة هنا بتيجي بأج من الجناب للناس اللي بتحب الأج بتاع الشاشة مع حواف وكورنرات معدومة تقريبا مفيش اي بيزل علوية او صفلية او جانبية ده عشان الأج طبعا ولكن البيزل العلوية وصفلية مفيش اي بيزل تقريبا مع دوتس بلاي اعلى منتصف الشاشة تصميم مميز واستحواذ ممتاز جدا للشاشة بالموبايل بالاضافة لل 144 هرتز ريفريش ريت السريع فالشاشة هنا شاشة مميزة جدا من ناحية الأدابة معلم بأنك لديك 8 او 12 جيجا بايت رام نوع الرام هنا LPDDR5 مع 128 او 256 او 512 جيجا بايت ذاكرة تخزين داخلية من نوع OFS 3.1 الموبايل هنا لا يدعم تركيب كارت ذاكرة خارجي الموبايل هنا بيجيب الاندرويد 12 مع الماي اي 4.0 وديه الواجهة بتاعت موتوريلا الموبايل هنا بيجيب شابست من كولكم الاسناب دراجون اتجين وان بلس المعالج ده 4 نانو وده افضل معالج موجود على اي موبايل اندرويد في 2022 بيقدم لك اداء ممتاز جدا في الالعاب التييلة زي بابج وغيرها على اعلى عدلات في الجرافيكس والفيريم ريت وبيقدم لك اداء مميز وقوى جدا وبيوفر كمان في عمر البطارية افضل من الجيل اللي فات بنسبة 30 في المية الكاميرا الاساسية هنا همعلم 200 ميجابيكسل كاميرا خرافية جدا بعيدا كمان عن عدد الميجابيكسل في الكاميرا دي فالكاميرا دي بتيجي بفتح العدسة متغيرة من F2.0 ل F1.22 الكاميرا دي بترعم OAS او Optical Image Stabilization وعشان عدد الميجابيكسل وفتح العدسة الكبيرة جدا بتاعت الكاميرا دي فالكاميرا دي هتديك اداء مميز جدا في العزل وفي الفيو اللي هي بتلتقطه كمان والكاميرا دي هتديك اداء مميز جدا بسبب فاتحة العدسة الكبيرة جدا والبدورها بتسمح لأكبر قدر من الضوء ان يمر خلال العدسة ويوصل للسنسور وده بالتالي بيانعكس على جوضة الصورة نفسها الكاميرا التانية هي كاميرا خمسين ميجابيكسل الكاميرا دي كاميرا ألتروايد بفتح العدسة متغيرة من F2.76 لF2.2 والكاميرا دي بتيجي بمية وسبعة عشر درجة الكاميرا التانية هي كاميرا 12 ميجابيكسل كاميرا تلي فوتو بتجيب فتح العدسة F1.6 وبتعمل تقريب بصر حقيقي من غير ما تفقد اي جودة او كواليتي لحد 2 اكس زوم الكاميرات هنا بتصور 8K على 30 فريم مع كاميرا امامية 60 ميجابيكسل ايوة كاميرا امامية 60 ميجابيكسل والكاميرا دي بتصور لحد 4K على 30 فريم الموبايل هنا بيرعم الستيريو سبيكر الموبايل هنا ما بيجيش مع منفذ الثلاثة ونصف ميلي للاسف الموبايل بيدعم ال NFC الموبايل ما بيدعمش راديو في ام الموبايل هنا بيجي ببصمة ماتفونة تحت الشاشة والبصمة هنا اوبتكال مش ألترا سونيك طبعا من ناحة البطارية فانت عندك بطارية 4610 ميلي امبير بتيجي مع شاحن قوي جدا 125 واط والشاحن ده بيشحن البطارية دي 50 في المية في سبع دقائية بس وبشحن البطارية دي بالكامل فول على اخر في التسعتاشر دية مع دعم الشاحن للسلك السريع بقوة 50 واط الموبايل ده في كل حاجة انت بتتمنى انها تكون موجودة في الموبايل بتاعك سهر الموبايل ده 550 دولار لنسخة 828 اللي هو ما يقعد لحوالي 10500 جنيه مصري بالنسبة للمواصفات زمنتلكم مواصفات قوية ومميزة جدا ده اول موبايل في العالم بيجي بكاميرا 200 ميجا بيكسل مع المستشعر الجديد من سامسونج بيجي بمواصفات قوية جدا من ناحة الشاشة وبقية المميزات التالية من ناحة الأداء واحيانا كده بتساءل هو ليه الموبايل ده ما بتنزلش عندنا يعني بس نفترض ان الموبايل ده نزل عندنا مثلا اكيد سائره هيكون اغلى من السائر العالمي بفرق ملحوظ طبعا وقتها مش هيكون موبايل قوي ومميز ولا حاجة للأسف يعني اكتبوا لي اقرأكم تحت في الكومنت وانطبعاتكم عن الموبايل ده والمميزات بتاعته وان شاء الله هشوفكم الفيديو اللي جاي سلام